اشتركوا في القناة افضل التطبيقات لحقيقة اللي ريتها موجودة على هواتف الاندرويد واللي باش تساعدكم برشا وباش نكتشفوا التطبيق هذية مع بعضنا التطبيق اسمه live transcribe وتطبيق هذية مقدم من شركة جوجل فقط قبل ما نقوم بفتح التطبيق باش نفسر لكم شنو التطبيق هذية وشنو يعمل التطبيق هذية بالضبط التطبيق هذا هو تطبيق كما قلنا مقدم من شركة جوجل ويساعدكم في اخذ الملاحظات يعني مثلا وقت يكون فما شخص قاعد يتحدث في عوض انت تكتب الملاحظات وتكتب الشخص هذية وشنو قاعد يقول فانو التطبيق هذية يقوم مباشرة بكتابة ماذا الشخص الاخر معناها قاعد يقول وماذا بالضبط معناها قاعد يتقال شنية المميزات وشنية معناها المميزات وشنية كذلك يمكن بعض الاشياء اللي مايش بشتعجبكم برشا في التطبيق التطبيق يدعم دعم كامل اللغة العربية الفصحة واللغة الانجليزية واللغة الفرنسية والاسبانية وغيرها من اللغات لكن احيانا يستعصى ليه فهم اللهجة العامية خصوصا لبعض الدول العربية مثل دول شمال افريقيا لانو احنا في دول شمال افريقيا يمكن انو اللهجة متاعنا تكون صعيبة شوية باش نقوموا بفتح التطبيق باش نجربوه باستعمال اللغة الانجليزية نعطيوه الحق في استخدام الميكروفون مثلا باش نقول كيما قاعدين نشوفوه انو قاعد يكتب هو تو باللغة الانجليزية ياخذ في الكلام اللي نقول فيه باش نسكت لي بعض ثواني ثم باش نبدأ نتحدث باللغة الانجليزية هلو ماي نايم ايز احمد هلو ماي نايم ايز احمد ما شفته معناها في التطبيق فانو اخذاء الكلمات اللي انا قلتها وقام بكتابتها بالضبط كما هي تو باش نجرب ناخذ مثال العربية الفصحى مرحبا انا اسمي احمد انا سعيد جدا بلقائكم مرحبا انا اسمي احمد وانا سعيد جدا بلقائكم كما شفته فانو تطبيق هذي قام باخذ النص اللي انا قلته والكلام اللي انا قلته وقام بالكتابة متاعه متأكد انو تطبيق هذي بشي ساعد الكثير من الاشخاص خصوصا الناس اللي يقرأوا في الجامعات او في المعاهد في اخذ الملاحظات بالصفة متاحهم لانو بعض الاشخاص ما ينجموش ياخذوا الملاحظات في الوقت اللي لازمهم ياخذوه او تكون الكتابة متاحهم بطيئة كانت هذي الفيديو متاعنا اليوم ان شاء الله تكون الفيديو فادتكم وعجبتكم اذا عجبتكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك واشتراك في القناة والفيديو القادم ان شاء الله ما بقالي بشو نقولكم كان الى اللقاء